واللي لازم السوشيال ميديا بالذات تاخد دلها منه لان الحياة ده متغير مهم جدا وخطير وزي ما المهندس عدلي اشار فيه فئات كتيرة في المشهد الحالي لا يروق ليه هذا التقارب بالتأكيد حيزكوا ده عبر السوشيال ميديا لكن كمان هتطلع صفحات مضروبة خصيصة عشان تضرب تحت الحزام وفي تويتات معينة كان اللافت والغريب جدا خلال اليومين اللي فاتوا ألاقي صفحات كتيرة ظهرت باسم ملك وكتابة وفيها ناس عندها قدر من مش عايزة أقول أي حاجة بس عندها قدر كبير جدا من التجرؤ إن تحط صورنا في البروفايل بتاعها الآل ملك وكتابة وحطين حتى وهبوس هتلاقي شيء مصابر زمنتنا الإعلامية المتعلقة اللي كانت واحدة من نجمات قناة الآل وانتقلت إلى قناة تايم سبورت وبتعمل تجربة هيلة جدا حطين صورها وضربين البرنامجين في بعض ملك وكتابة أنا وانت وحطين صور شيء مصابر على إنه دي صفحة رسمية وخد فيها كلام بقى وتوجيه ألفاز قاسية جدا للناس اللي بيتقالها الصدود بيهجموا الأهلي ده تمهيداً وتوطئة أنه كبكرة تلاقيهم شتمين أطراف تانية مش على خلاف معلها ما هو ده صناعة الأزمة يا جماعة صناعة المعارك الوهمية ملك وكتابة ليست له أي صفحات على السوشيال ميديا وانا شخصياً والمواندس عدلي مالوش صفحة على تويتر مالوش حساب على تويتر لكن ملك وكتابة أن أنا ألاقي صفحات تطلع حط الإسم وحط الصور وبتتحدث أنا سألت شيء مصابر أنت قالت لي إطلاقاً لأن لي علاقة بهذه الصفحات ولا أنا متفعلة معها ولا أنا مسؤولة عنها بل أن أنا هتطر ألجأ لأي جهات مسؤولة مدام الأمر بيسائل هذا الحد فأنا تمنى هذا العبث أولاً إذا كانت جماهير هي بالفعل أو صحيح أنها جمير أهلوية وشايف أن ده ممكن يحقق لها رواج وانتشار لا ده خطأ لا يجب أبداً لاستمرار فيه أما إذا كانت أطراف أخرى مغرضة بتعمل ده في أكاونتات فيك علشان في وقت معين هتستخدمها منصات توجيه مشاكل لأطراف تانية لازم أن يعرفوا أنه مفؤوسة ومكشوفة ومرفوضة وحتى تعرضهم لمسائلة قانونية قد يقول البعض أنهم هم يكتبوا كلام كويس ما بيسيقوش بتاعه عشان في توقيت ما هيضرب الدربة لأولاً يأخذ المصدقية بعدين يعمل اللي هو عايزه بالضبط حتى من غير حاجة وهو أنا ليه أدعى شرف يعني أخذ شرف لأدعي ليه تقول عني حاجة كويسة أنا ملتهاش أنا بصرف النظر قل على إسمك أتحملها بالضبط وخد الكريدت يا سيدي بتاعك بالضبط أنا متنزلك عنه بالضبط لكن ما تقولش ملك وكتابة بتقول بس فده اللي نتمناه إنه مثل هذه الصفحات تختفي حتى لا نضطر فعلاً إلى اللجوء للجهات المسؤولة